بدأ الجيش التركي صباح اليوم الأربعاء عملية عسكرية في شمال سوريا بدعم من التحالف الدولي وأطلقت العملية تحت شعار طرد داعش من مدينة جرابلس السورية المحاذية للحدود مع تركيا لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال صراحة إن العملية العسكرية لا تقتصر على ضرب داعش وإنما تطال ضرب القوات الكردية وتخشى أنقرة وطهران من أن يساهم نجاح أكراد سوريا في السيطرة على مناطق واسعة مما يعتبرونها كردستان التاريخية في تصعيد حراك أكراد إيران وتركيا الرامي إلى نيل الاستقلال أو بالحد الأدنى الحكم الذاتي وهذه الهواجس المشتركة دفعت البلدين إلى تجاوز الخلافات بشأن سوريا وبإمكانية قبول تركيا ببقاء الأسد لفترة انتقالية